توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ يوم أمس على الساعة الثامنة والنصف بتوقيت جرينيش بوساطة مصرية وذلك بعد جولة عنف استمر ثلاثة أيام أصفرت خلال أعمال العنف في غزة عن مقتل أربعة وأربعين فلسطينيين بينهم أطفال هذا وأعلن منصق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان عن فتح المعابر بين إسرائيل وقطع غزة بشكل إنساني ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي بعدما أغلقت الثلاثاء الماضي